السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبث في الله في قناة ملتونجي أتمنى أن تكونوا في أتمنى السحواء فيه وصلنا في الحقاء الرابعة والثمانون اللي قد تكونوا فيها حول أسنة وصلب هذه الرسالة اسم اس اللي قد تشاهد معي في الشاشة هذه الرسالة اللي فيها سيتم وقف استفادتكم من نظام أمو التضامل لكون المؤشر اقتصادي واجتماعي لأسنتكم أصبح يتجاوز عتب الألية لهذا النظام يمكنكم استفادة من نظام أمو الشامل مخصص الأشخاص القادرين على ذفع الشركاتهم والذين لا يمارسون أي نشاط مدفوع أو غير مدفوع الأجر لتشجيل بهذا النظام ديال الأمو الشامل الموجوزيات الموقع ديال إذن كما تشاهد معي الرسالة هذه جثت بزرد الأصل لتصلبها لقد تخبرهم أنهم تم إيقاف تقديم الصحية إجبارية للأمو التضامل ولكن بإمكانهم استفادة من أمو الشامل الخاص بالأشخاص القادرين على ذفع تكاليف العلج إذن كما تشاهد معنا النسل لهم خاص بالأشخاص الغير قادرين على دفع تكاليف العلاج ديالبا تصلب هذه الرسالة هذه معرفين شنو السبب لخلاء النظام ديال التأمين الإجباري للأمو التضامل يتوقف لهم وغادي يقول لي وخلصوا الشركات الشرية وكما كتعرفوا أن أمو الشامل كتخلص الشركات الشرية لحسب مؤشر اللي عندك وكما شرعنا في الفيديو لك تشاهد معه الشاشر شحص الأشخاص اللي هما جاءوا مؤشر فيت العساب الشحى غادي خلصوا الشركات الشرية كله غادي خلص 140 درهم وكله غادي خلص 116 درهم وهكذا إلى آخر على حسب مؤشر اللي عندك ولكن دبكين أوصل لهم تصلب هذه الرسالة هذه معا في شنو السبب لو إن شاء الله قادرون تضح في الفيديو هذا أشنو الإجراءات تقسيم قوم بيها حول هذه الرسالة جاتك لأن كين جاتوا هذه الرسالة هذه دبع حاليا معا فيشنو الإجراءات تقسيم قوم بيها وكين جاتوا هذه الرسالة هذه معطهاش آمية لهذا كله ما عليك وتسبب مع الفيديو إلى آخر ثم مستدرون الإعجاب والشراك في القناة والتفعيل الأجراص لكي يصلكم إن شاء الله كل جديد وكذلك لسنا متابعة من عبر صفحتي ألف واسبوك من الترجم لكل فيديو حفصة تلادي ده بغا تتبع مع فيديو إلى آخره قلنا هذي النساء أو الأصال اللي هما تصلب هذه الرسالة هذه مع عفشن وإجراءات لقصوم القموية وإن شاء الله في الفيديو نحاول نقسم هذه الفئة إلى ثلاثة الفئة ونحاول نحو نحاول 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 لديو فئة الفئة لولا أو الفئة الثانية أو الفئة الثلاثة منذ فئة الأولى اللي هما نسجة هذه الرسالة هذه معرفة حينما إجراءات لقصوم القموية ما هي السبب اللي خلال النظام لديه التأمين الإجبارية ومتعاما توقف لك أول حاجة اللي خطي تعملها ما زمننا شي كهية لتحاجة أول حاجة لا تكتدر وهي خطي تشوف معطيات شخصية الخاصة بك في السجل الشمي واحد هذه أول نقطة اللي تعملها لكي تخاف أو تخوف من هذه اللساءة خليك عليك هذه اللساءة أول شيء الذي سيؤديه هو أن تشاهد السجل الشمع الموحدة التي تنتجها بك قصده بها رب الأسرة ولذي قوم هذه العملية حاول أن تشاهد السجل الشمع الموحدة الخاص بك وستعرف ما هو السبب الذي خليه هذا النظام التأمين الإجباري للآمون تضامن يتوقف لك إذن أول الخطوة التي قمته بها غامشون السجل الشمع الموحدة وحاول تتبع معي خطوة وخطوة باش هتعرف شنو السبب اللي خلى هاد النظام دي التأمين إجباري آمون تضامن يتوقف لك واش انت على حق أو على غير حق إذن كل ما عليك أبشين ده باستيجل الشمع الموحد ممتاز حنا بصفح هذا الرسمي ده استيجل الشمع الموحد هنحاول مشون الأيقون اللي فيهم صوبة في هذا الرجل نضغطو لي ثم كده نعمعنا حساب الأسرة هنحاول نعمر الخانة سأدو الخانة اللي أولادي يمعارف ما ده يجتمع الخاص بك والخانة الثانية كنتعمل كود الباسوال اللي تدخل به في إنشاء حساب الخاص بك نحاول نعمر معلومة سأدو ثم نعود إليكم بعد قليل ممتاز بما عملنا معلومة الخاصة بنا ده بغا نحاول نضغطه على تشجيل الدخول في هذا الماكان هذا مزيان ثم كده نعمعنا تطلب التشجيل ده شنو الخطوة اللي غابدابية أول حاجة اللي غدري هي أنك خصي تشوف مؤشر الخاص بك هذه أول خطوة اللي غابدابية ستشوف مؤشر ديارك واش تطلع أو ننزل إذن كل ما علينا واتذهب إلى الدائرة هذي كنتشمعها في الشاشة لفائطة الشيطة نقوم بالضغط عليها ثم كده معنا مجموعة من الخانات ستحاول مشوف هذا الشخصية الخانة اللولة هتحاول الضغط عليها ممتاز هنا كده معنا مؤشر الخاص بنا كل ما كده معنا هذي العائلة هذي عنده مؤشر تتعطباء ديار تسعور فصيلة تلتمية ستعشر إذن هذا مع أنه تشي مشكلة شنو السبب اللي خلال جي هذي الرسالة هذي ديال يسم أسلم فيها أنه سيتم موت توقع في الدعم ديال التغطية الصحية إجبارية أو متضمن فالأسرة هذي تم إيصال إليهم الرسالة عن طريق الخطأ فهنا كنقول لك ما تدع تشي حاجة أول حاجة اللي غادل غادل صحتك الرسالة اللي تصدوها لك فهنا أنت على حق مع أنك تشي مشكل في ستجي إش من موحد لأنه عندك مؤشر مزين لأنه أغلب ديال الأسر جي سم هذي الرسالة هذي فما يمشون يدخلوا في ستجي إشمع موحد كي يقعوا عندهم مؤشر مزين فهذه الطريقة اللي قد يقول لك الدل ما الدل للشكاية لولو عندك مؤشر مزين فأنت على حق مئة في مئة مليون بالمئة مشقة مئة في مئة فلما قد ديتشي حاجة أتحاو أن تنسع ذلك الرسالة هذي أو سير ادفع الدوص اللي ديال الدولي عندك أو الذي يمي لفظ طبية ودفعه مرتاح البل فهذا المصر في الأولى كما قلنا المسل يمكن استبدو التقديم الصحية إجبار ديالآ متضامون وتفجأوا بأن نجسوا هذه الرسالة هذي معا في شنو السبب كما قلنا خصم أول خطوة اللي غابدوا بها ويمشون مؤشر الخاص بي مش يشوفه في ستجي إشمع موحد واش هو مرتفع أو منخفض فإذا كان عندك مرتفع فهذا يعني أنه عندك شي خالر أو عندك شي مشكل معلومات الشخصية الخاصة بك في الشيء من موحد واش هو حفر في الفئة الثانية أو في الفئة الثلاثة فهذا بنتقل إلى الفئة الثانية لهم الناس اللي كانوا يستبدو بتأمين إجبار ديالآ متضامون وكانوا قبل عندهم مرامي تتحولوا إلى آم متضامون ومع ذلك سعاد جدود استفاد ديالآ متضامون قلنا نقول شي بخير على ألف خير من خلال شهر ومشوفوا ما يدفعون إلى فذ ديالآ من الكيمة العادة نقاو بأنهما مرفوضين في التغطية الصحية إجبار ديالآ متضامون ومع ذلك سعاد شنو ذالوا خللوا أمور كيمهية ما ذلوا تشيئ إجراءات فخير الشهر كما كنتشو معرفة الشراء هذا تصلوا بالرسالة ديالآ اسم إذن اللي كنتخبرو مع أنهم تم توقع في التغطية الصحية إجبار ديالآ متضامون وهنا يجب عليكم تشجيل في آمو الشامل هذولي تخصو الشركة الشارية كانوا في اللبول مع الأشخاص الغير قادرين على الدفع التكريم إلى علاج ديالآ بقول له خصومي خصو الشركة الشارية يعني شنخصوم يدرون كما قلنا في الأول كخصوم أول حاجة مدور تشيئ إجراءات يمشوا يشوفوا المؤشر ديرهم في استيجيل الإسم الموحد كما شرحنا في الأول كيف تشيئ الصفحة دي استيجيل إسم الموحد اللي كنتشو معه في الشاشة بعدين كمشو هالدائرة ثم كمشو فضائر الشخصي كما العادة بعدين كمشو المؤشر الخاص بنا اللي كنتشو معه في الشاشة هنا يدفل لك مؤشر في هذه العسابة هنا يعرف بأنها عندها شي مشكل لعليش مؤشر تطلع سنعرف السبيل اللي خلال المؤشر تطلع أو عندها شي متغير والدبارك مزين ربما يكون عندها شي مشكل في الموارضة الشخصية الخاصة بك أو ربما أنت استدلتين بمعلومات في السلسة المموحة قلتون بأنها ما عندها شي الويفي وهما ممشوا عندك كنترول ودخلوا مع الموارضة الخاصة بك لقوا عندك الويفي أنت عندك مسجيل في حد لاجونس ديال الويفي بلا أن تكون شركة ديال ثلاثة سواء عندك لوفرمو أو عندك الويفي كما كان نقوا بأنك أنت عندك الويفي ديال عندك الويفي ونتعملت في الموارضة الشخصية ما عندك الويفي وكذلك السبب لك تخلي مؤشر يطلع الناس هما عندهم مجال ديال الضو الماء عملوا بأنه عدد مشارك هو عنده عدد ديال الضو الماء باسم يد يارو وعملوا بأنه عدد مشارك ليس فردي هذه الأسبب تخلي مؤشر يطلع وكذلك يديك عندك كليدي بشي بانك وانتنا عملت بأنه عندك الويدي ودخلهم وعندك شخصية الخاصة بك ودخلهم عبر بيطاقة ثلاثة وطنية الخاصة بك القاوة بأنه لو حب بانك تتسلك كذا وكذا أو نقوي عندك سيارة وانتقوص بأنه ما عندي سيارة وانتقوص بأنه ما عندي مطر وانتقوص بأنك خدام وانت لابس وانت عندك حين وانتقوص بأنه لا حين ودير بأشرة لابلو هذه الأسبب التي تتخلي مؤشر يطلع فهنا هذي يدخلون عبر بداقة التعريف الخاصة بك ومشون معلومة الخاصة بك يتأكد من كل معلومة وانت عندي بلاصة وانت سيارة وانت دار وانت وانت وفي وانت وانت تغطية صحية اجبالية أخرى وهكذا إلى آخر يعني ما يتأكد معلومة كان ما يتشوف بأنك عندك شي هذا شنو يعمل كتنلع لك المؤشر بدون علمك وهنا ساعة تقراص بأنك أنت مرفوض في التغطية الصحية اجبالية الامر وشنو غدر تحيين ممكن عندك حل واحد هو أنك تدر إلغاء شامل تمسح على أصلا دي كام نفس الشم واحد إذا كنت مش تجنون بكم خمسة أو استرد بكم فهنا نصحك أعمل إلغاء تجهيل في الشم واحد أو تخلص التغطية الصحية اجبالية أعمل إجبالي منك والشي لاحسب مؤشر لديك إذا كان عندك مؤشر فايت العسابة عندك مؤشر تصرف ستسمية عندك مؤشر تصرف ستسبعم مئة عندك عشرة عندك حداش كل ما كان عندك مؤشر أكثر كل ما كان المبارغة المالية كالطلع هذه مثل فئة ثانية الآن ستقل إلى فئة ثلاثة لهم الناس تتخبرون على أن سيتم تقطيع الصحية إجبالية أو متضمن عنكم وكذلك تستخدم تجرب أو شامل وتدفع الشرية فهذا في التسمع في ما السبب لخلتهم تجيب هذه الرسالة هذه علم أنه لم يكن تستخدم تقطيع الصحية إجبالية كل شهر وفي الآخر ساعة يتتخدم أن التقطيع الصحية إجبالية أو متضمن توقف التشتيب التشتيب في وفي كين عندي حق يشتعب لأفراد الأسرة إذا كان الشخص مقاش تكن معاي مرة يتتقل إلى مدينة أخرى سوف يعمل عائلة دياله عمل أسرة دياله سوف يخرج من أحد معادي باش يكون الأسرة دياله باش هو يدخل بسرد من أحد كالراب الأسرة خاص به هو يعني هذا عنده حق يشتر على فرد يعني ما قاش تكن معاي يشتر يعمل أولاد باقي هو يشتجل رسول من أحد يكون الأسرة دياله باش هو يستفد من الدعم المباشر باش هو يستفد إجبال ديال أو متضامون فهذا من الحقي أنا شتبع ولكن إذا كان الشخص يستكن معك أو تنتقل إلى مدينة أخرى من أجل عمل ويعني يجي عندك وهذا أكبر خطأ ذل بعض أسرة مش طبع لأ واحد من عائلة كان عنده مؤشر 9.320 أو قال القابل أن مؤشر 9.6 تحرم من تأمين إجبال من المتضامون ويقول له خاصة الشركة الشرية في آم الشامل وفي النصب سيفر من الدعم أو كان عنده مؤشر 9.320 ومش طبع لأ أفراد أفراد وقابل أن مؤشر ولد 9.790 في آخر ساعة تحرم من تأمين إجبال المتضامون مقاش كيف يستبل منه وتحرم كذلك من الدعم الشرية وكذلك يقول لي خلاص الشركة الشرية بسبب التشريب مشابه تحرم معطلة الشخصية الخاصة بإذن يتطلع مؤشر القال صديق الساعة ما هو من تأمين إجبال أو المتضامون ما هو من تدعم الشرية بسبب أفراد الأسرة أي واحد الذي هو تجرب أسرة كاملا فإن كان يتطلع أسرة إلا إذا كان يتطلع وانتقل إلى مدينة أخرى وانتقل إلى بيت آخر وعمل عائلة واجواجه وعمل وليداته وكون أسرة فإن يتطلع له أنه يستفيد من تأمين إجبال المتضامون من أسباب لك تخلي مؤشر يطلع السبب هو التشطيب فهذه مثلا في التثالي يوم توقف التغطية الصحية إجبالية أو متضامون بسبب أنهم شطوا على أحد أفراد أصرادهم في السجل من واحد ورقوا بأن مؤشر يطلع بسبب أنهم شطوا على أحد أفراد أصرادهم إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو هذا كنتمنى كل واحد في برطاش الفيديو مع كل عائلة الأسرة والأشخاص اللي هما سوصلوا هذا الرسالة هذه اللي كتخبرون على أنهم تم توقف التغطية الصحية إجبالية أو متضامون أشنو إجراءات اللي يقوموا بها كما شرحنا في هذا الفيديو قسمنا إلى ثلاثة فئات وشرحناها بشكل واضح وفي الختام ستجدون الإعجاب في الفيديو وشتركوا عني في قناة وسبع الرجال باشتراكم